علق وزير العدل اللواء أشرف ريفي على الكلام الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وقال إن نصر الله يدعون مجددا إلى وليمة مسمومة كي نشارك معه في الدفاع عن نظام السوري ومساعدة إيران في نشر نفوذها في سوريا والعراق ونحن لا نملك إزاء هذه الدعوة إلا القول لحزب الله ولأمينه العام إذا بوليتم بمعاصي التباعية لإيران ومصالحها على حساب مصلحة لبنان فاستتروا وأكد ريفي في بيان مواجهة المشروع الإيراني في لبنان الذي يكاد يؤدي إلى انهيار الدولة وتابع ريفي لن نقبل تحت أي ظرف لا اليوم ولا في المستقبل أن يصادر أي طرف قرار الدولة وأن يحول الأراضي اللبنانية إلى مسرح لتنفيذ أجندات خارجية لا تمت إلى مصلحة لبنان وأبنائه بصلة وأضاف ريفي لم يفوض أحد السيد حسن نصر الله أن يحل مكان الدولة ومؤسساتها وأن يقرر سياساتها الدفاعية والخارجية ترجمة نانسي قنقر